نحاول نعرف ونفهم موضوع دي الجدر القرادة وهذا القلق دي المنظمة الساحة العالمية علاش ومن خلال بعض الأسئلة مباشرة ووجيزة نتعرف على المرض كذلك إذن ما هي أسباب القلق؟ أولا نحن نعرف بأن هذا الفيروس كان قديم دي الجدر القرادة ولكن كان غير فسط بعض الدول وسط غرب إفريقيا في بعض المناطق اللي هي في الغابات والناس اللي كيتعملوا مع الحيوان وكيكلوا الحمدين اللي كالحيوان وعيشين معهم إذن كان محدود عالميا في 2022 انتشر ما بين الناس للرجال اللي عندهم علاقات جنسية مع الرجال في 2022 وتم تحكم في هاد الوباء في الأشهر الأخيرة ظهرت بعض الأشيء اللي هي مقلقة أولا أولا السلالة اللي كينا في هاد الأشهر الأخيرة هي السلالة جديدة اسميتها واحد بي هي كتنتشر مثل علاقة الجنسية ما بين الرجال والنساء علاقة عادية كتنتشر بين الأطفال اللي ما عندهم حتى علاقة جنسية كتنتشر داخل المدارس كتنتشر داخل الأسر إذن كتنتشر عن طريق العلاقات الجنسية كتنتشر حتى عن طريق الاحتكاك دير الجلد مع الجلد الإنسان أو السوائل دير الإنسان كي يلاقي الجلد دير الإنسان آخر أو بعد مواد اللي هي ملوتة من عند الإنسان اللي مريض كي قسها إنسان آخر إذن انتشر دير المرض ولا بطريقة أسهل الحاجة الثانية هو أن السلالة جديدة كي يبنع لأنها كتدير طفارات بطريقة سريعة أكثر من السلالات السابقة هات السلالة كذلك جديدة كي يبن أنها عندها درجة الإيماتة كتقتل أكثر من السلالات اللي سابقينها وهنا كي الحديث على الحالة الخطيرة تقريباً 500 دير بالغين و10 رفمية دير الأطفال دير الحالة البالغة كي توفوا والمعدل دير الإيماتة ديالها يعني هذا التقدير الأولي هو ثلاثة فبية وهذا رقم طبعاً اللي هو مرتفع ولكن هو رقم أولي المؤكد أنه سيكون أقل من هذا الرقم دير 3% والحاجة الأخيرة هو أنه على دير القلق هو أنه مرض مبقاش في المسائل دير الغابات البعيدة في بعض الدول لا أدخل المدن دير الإفريقية اللي فيها مطارات فيها فيها قطارات وفيها السفار وبالتالي كي انتشر بسهولة مع وسائل النقد وصل المدن إذن كانوا حتى تخوف الانتشار دياله وانتشر في الدول طبعاً المجاورة وتخوف الانتشار دياله عالمياً السؤال تاني هو ديال الانتشار دياله كان يعني في جمهورية كونغو الديمقراطية بعض الدول المجاورة القريبة عليها في الغابات ديالها الدول في مناطق الريفية القورة البعيدة داخل الغابات الآن نتقل إلى 15 دولة إفريقية دول اللي معمروه وكانوا وصل لها ما كانش يعني ما كانش معروف أن هذا الفيروس فيها وصل لها دابا وهذا جزء آخر كذلك احتهو ديال هات القلق ما هي الأعراض؟ الأعراض دياله هذا المرض هذا هو أقل الأعراض دياله ديال الجلد أقل من المرض الجدري اللي قدنا عليه كبشرية في 1908 ولكن الأعراض دياله هي أقوى من بوشويكا اللي الأعراض دياله كتشبه لها في الجلد كيبدأ المرض بسخنة كيبدأ ألم الرأس المفاصل كيبدأ الغداد بعد الولاسس كي تهور في جسم الإنسان يعني التبوريشة الإرهاق وكيبدأ واحد طفح جلدي فيه بحد كورة صغار ديبيل صغار عمرين بالماء وكينتشره في الجسم الإنسان الوجه دياله ليدين دياله رجل دياله والجسم كامل والأعضاء التناسولية وغيرها هاد طفح الجلدي هاد العلامة الجلدية في السلالة اللي كانت جوج اللي كانت في 2022 كانت كتهم فقط المناطق التناسولية الآن كتهم الجسم ككل وكيمكن تقس كذلك حتى العينين دياله إنسان المصاب خطورة المرض المرض طبعا عنده خطورة إحنا بحلي شفنا أولا كيمكن يؤدي عدة مضاعفات صحية ومنها كيمكن نوصل إلى الوفيات وقلنا على أن هؤلاء الأرقام الحالية تقديرات الحالية هي ثلاثة في المية من الناس المصابين كيمكن يكونوا ديال حالة الوفيات هاد الرقم التقدير الأولي والتقدير الأولي دائما كيكون أكبر من التقدير الحقيقي اللي غادي يجي من بعد من اللي نتعرفه على المرض أكتر وأكتر والخطورة دياله أنا والحد الساعة الطرق ديال الانتشار دياله بالضبط بقى ما مضبوطاش ما معروفاش بالضبط وبالتالي بقي عنده فرصة هاد المرض فاش ينتشر كتر وكتر وكل ما انتشر كتر كل ما كانت الخطورة دياله أكتر واش هل هاد جدري القيرادة هو مرض جديد لا هو مرض تم اكتشاف دياله في 1958 في مختبرات في الدنمارك كانوا فيها قيرادة جابوهم الافريقية كيديروا عليهم التجارب فعند القيرادة تلقى الفيروس وأول إنسان اللي تصاب بهذا الفيروس هذا 1970 في الكونغو أول مرة كيتصاب شي إنسان بهذا الفيروس هذا في 1970 وبقاء في هادك الدول دي الوساطة وغرب الافريقية في الغابات في الأدغال في بعض المناطق البعيدة بقى فيها اللي حتى الآن في 2022 عاد انتشر في العالم عند الفئات ديال الرجال اللي عندهم علاقات ميتلية من ناحية ديال العلاقات الجنسية دبا طبعا ها هو كي يعقع تحور جديد ولنفسه للجريدة هي كتنتشر أكتر من السابقات ديالها هل هناك لقاحات وأدوية؟ اللقاحات اللي كنا لحد الساعة هي تم استعمال لقاحات اللي كانت استعملوا الإنسان اللي كنا يعني كانت استعملوا تلقيح الناس ضد جدري مرض جدري هو واحد المرض اللي قتل ملايين ديال الناس في العالم وعطاتش شوؤوها تعد ملايين الناس في العالم عبر التاريخ ولكن في 1980 تم الإعلان على أنه نهاية مرض جدري في العالم ومبقاش الفيروس دياله كي يضور في العالم وبالتالي هذو كل اللقاحات مبقاش كيتم استعمال ديالهم وبقاوا اللقاحات كي نجيهم بعض المختبرات كي بقاوا احتياطين يعني مخزنين عن طرف الدول بعض الدول عن سبيل احتياط وكذلك من أجل استعمال ديرها بعض الناس اللي كي يشتغلوا في مختبرات مهنة صحيين علماء باحثين وغيرهم اللي كيتلقحوا ضد هاد الأمراض هذي لأنك يشتغلوا في بيئة اللي فيها هاد النوع ديال الفيروسات إذن تم استعمال في هاد الفين واثنين وعشرين تم استعمال بعض اللقاحات اللي كانت موجهة ضد الجدري وتم استعمالها عند النجاح الخمسة وثمانية في المياه كتحمي ضد جدري القيرادة هذي استعمالها في الدول الغنية بينما إفريقيا والدول الفقيرة ما وصلهاش هاد اللقاحات هاذي ما استعملتها وبالتالي بقال فيروس كي انتشر فيها بينما تم تحكم في الوباء ديال جدري القيرادة في الدول الغنية ديال الفين واثنين وعشرين تم تحكم فيها بفضل هاد اللقاحات الأدوية كي مرات الأدوية التي تستعمل في الحالة الخطيرة ديالهاد جدري القيرادة ولكن عموماً باقي العديد من الأدوية اللي كانت سنة ترخيص دياله باش يمكن لي تستعمل مثل هاد الحالات ما يعني إعلان الطورة الصحية؟ إعلان حالة الطورة الصحية تعني أولاً أنه البلدان اللي ما فيهاش هالفيروس من المحتمل يوصلها الحاجة الثانية أنك تقول خصة ضفوا الجهود المالية والبشرية والعلمية باش يمكن لنا محاصرة الفيروس في المكان دياله إذن هالدول هذي اللي فيها الآن الفيروس خصة تكون عندها إمكانيات البشرية والعلمية والتقنية باش يديروا التحاليل باش يديروا الترست باش يديروا العزل ديالناس يمشيوا اللي عندهم يعطيهم أدوية يتكلفوا بيهم يعزلوهم هاتش كله خصية توفر إلا بغينا نحاصروا المرض في المكان دياله ويتم تراجع دياله كذلك تستعمل لقاحات وستعمل الأدوية اللي ما وصلتش لإفريقيا بصيفة نهائية وبالتالي هذي اليوم منظمة الصحة العالمية كتقول لأنه خصف إلا بغينا نجنبه انتشار العالمي ديال هذي المرض كيخصنا نتبهوا لهات الدول هذي واش المغرب أخيرا واش المغرب مهدد واش نوخص يدير المغرب حالو بحال جميع الدول الأخرى بما أن حال التوارئ ساحة العالمية إذن حتى هو ممكن يوصلوا هاد الفيروس اللي خصو يدير بحال الدول الأخرى غادي يشارك في هاد المجهود العالمي خصنا تحسيس ديال الناس بالمرض خصنا تحسيس ديال المهنية الصحية بالمرض باش اللي اكتجاف دياله لقدر له إذا كانت حالات خسر المراقبة كيخص اليقادة هذي كلها إجراءات كيخص كذلك لإستعداد تقني للتحاليل وغيرها وهذا كل وتحيين البروتوكولات ديال مثل هذي الحالات إذن المغرب غادي يكون حتى هو بناء على الإرشادات منظمة الصحة العالمية على التطور دول وضعية وبائية في الدول الإفريقية على ضوء المعطية العلمية اللي غادي توفر المغرب حتى هو غادي يكون بناء إجراءات دياله قائم من أجل الحماية ديال الساكنة ومن أجل مساهمة في المجهود العالمي لمحاصرة الوباء في المكان دياله والقضاء عليه أو التقليل منه في المكان اللي هو فيه اليوم قبل ما ينتشر عالميا شكرا